اشتركوا في القناة يعني بنهنيه على انه قدر يوصل لتسعة مرة واحدة ده عدد رائع يعني مش عندنا في القبرشيات بيحصل كده ربنا يبارك في ولاده ويكتر فيهم ويبقوا سوا ببركة وصمر حلو يفيد القبرشية كلها وبنهني مجمع كهنة القبرشية والكهنة الشمامسة والخدام والشعب كله وبنهني الاخوة الجداد اللي حينضموا لمجمع الكهنة ان شاء الله بعد لحظات انجيل هذا الصباح المبارك يخاطبنا عن عدة دروس مفيدة لعلها مفيدة لنا كخدام وللاخوة اللي حيترسموا ان شاء الله بعد قليل اول درس هو ادخله من الباب الديق والباب الديق معناه ان الانسان لا يطلب الراحة وانما يحب التعب يحب الصوم يحب الصلاة يحب المطنيات يحب الافتقاد يحب انه هو يحتمل من اجل ربنا ومن اجل خدمته ومن اجل ولاده فالباب الديق بالنسبة للخادم هو الذي يدخل الابدية مش الباب الواسع عموما للكل الباب الواسع مش هيدخل لكن كمان لازم الخادم يبحث في ذهنه انه يدخل من الباب الديق والباب الديق هو التعب فلازم يحب التعب وميحبش الراحة التعب سناخد عليه اجر لكن الراحة مش هناخد عليها حاجة قديس بوليس الرسول في كرونس قولها 3-8 بيقول إن الله سيعطي كل إنسان أجرته بحسب تعبه فعلى قد ما هتتعبوا على قد ما ربنا حيديكم ده أول درس الدرس الثاني هو من ثمارهم تعرفونهم فلا شك إن الشجرة غير المسمرة شجرة عقيمة ستقطع وتلقى في النار وعشان كده لابد أن يكون لنا ثمر السيد المسيح لو المجد يوم الاتنين البسخة رايح الصبح الهيكل وشاف شجر التين من بعيد فراح عشان ياخد منها ثمر فلاقى فيها ورق فقط ما لقاش فيها ثمر فلا عنها فيابست في الحال وعشان كده لابد أن يكون لنا الثمر لا نكتفي بهذا الزي لا نكتفي بهذا الزي وإنما لابد أن يكون لنا الثمر في بداية بستان الرهبان جملة جميلة يريدت حطها قدامكم ليس الاسم ولا الشكل هما اللذان يخلصان ولكن العمل حتى ولو بلا اسم وبلا شكل ليس الاسم ولا الشكل هما اللذان يخلصان مش عشان اسمي على اسم حد من القدسين أو زيي زي القدسين هخلص لكن لازم ألي العمل الصالح اللي يساعدني في الخلاص فلا نكتفي بالشكل بالورق لكن لابد أن يكون لنا ثمر وثمر الكاهن والخادم أولا ثمر داخلي في حياته الخاصة فلابد أن تكون أنت أساسا مثمر علشان تقدر تسمر للآخرين لابد يكون في حياتك أنت نمو روحي وثمر روحي طبعا وانت علماني ربنا شاف أنك إنسان حلو واختارك للكهنوت لكن لابد أن تكون مسمر أكتر في الكهنوت وثمر الكهنوت أكتر من ثمرك وانت علماني وانت علماني كنت مسؤول عن نفسك دلوقتي بقيت مطالب بحياتك وحياة المخدمين تسمر في حياتك الخاصة وتسمر أيضا في خدمتك في أولادك ومخدميك فلابد أن يكون لك ثمر وعلى قد نموك الروحي والثمر الجميل اللي في حياتك الخاصة على قد ما حيبقى ليك ثمر حلو للناس قديس أنب انطنيوس لما نزل يساعد البابا أساناسيوس في مقاومة أريوس وقف في اسكندرية وقال كلمات بسيطة والناس كانت تسمع وتتأثر رغم أنه ما كانش رجل لهوتي ولا كان يعني معاه دراسات لكن كان يسنده قوة روحية وعمق روحي فالكلمة اللي بتخرج كانت تؤثر وكانت تجيب صمر وكانوا الناس يجوا من كل حتة في العالم يعودوا تحت رجلين الأباء الرهبان الكبار في السن وجايز يكونوا مش متعلمين لكن عندهم عمق روحي وكلامهم كلام مؤثر وكل كلمة يقولوها يروحوا كاتبينها هو ده البستان بستان الرهبان عبارة عن عبارات ألها أباء رهبان في حالة عميقة في الصلاة وفي الصوم وفي الاعتراف والتناول والفضيل الروحية فالمهم أن يكون الإنسان له عمق روحي عشان يكون له تأثير فالإنسان اللي ملهوش عمق روحي في حياته الخاصة مش هيبقى له تأثير في حياته في الخدمة يبقى عامل زي واحد عطشان جايلي علشان يشرب فديته صورة كباية مية فهل صورة كباية المية ممكن ترويه لأن ما عنديش مية فحديله منين عشان كده بقول لازم يبقى أنا عندي حياة روحية عميقة عشان أقدر أؤثر في الناس عندما أتكلم عن الصلاة الكلام بتاعي يبقى مؤثر لأن أنا بصلي مش قريت كلمتين حلوين عن الصلاة وقلتهم ولا في الصوم ولا في الكتاب المقدس ولا في أي حاجة لازم أنا أكون عايش هذه الحياة عشان أقدر أن أنا لما أتكلم عليها أقدر أبقى مؤثر ومفيد والكلمة بتاعتي تجيب ثمر فالدرس الأول هو حب التعب الدخول من الباب الدايق والدرس الثاني هو الثمر الثمر الخاص والثمر في الخدمة وده شيء مهم السبب الثالث هو أن نصنع مشيئة طالله ده آخر جملة موجودة في إنجيل النهاردة إزاي تبقى حاطت في ذهنك وإنت بتخدم إن أنت بتخدم ربنا وبترضي ربنا وبتتعب علشانه وبتستحمل علشانه وبتصبر علشانه فالخدمة بالنسبة لك هي إرضاء لربنا وحبا في ربنا الإنسان لما يبحث عن إرضاء الناس ده شيء مؤسف ومؤلم ما واحد يبقى يهمه إن الناس تبقى راضي عنه لكن المهم إن ربنا هو اللي يرضى عننا ربنا هو اللي هيحكم علينا في اليوم الأخير طبعا شيء جميل إن أنت يعني تفرح الناس وترضيهم لكن بوليس الرسول بيقول إن كنت أرضي بعد الناس فلست عبدا للمسيح يعني ترضي ربنا في صورة الناس أو ترضي الناس بما لا يتعارض مع إرضاءك لربنا فربنا هو الأساس اللي تحطه قدامك اللي تكرسته علشانه واللي أنت بتخدمه وحطت قدامك بالصمرار صورة ربنا واتحاول إنك ترضيه بالصمرار بحياتك الخاصة وبخدمتك وتحاول قدر إن كانت تتعب علشانه وتحتمل علشانه وتتطدع علشانه وتطول بالك علشانه وبلاش تستخدم تعبير الناس ما تستهلش أو الناس يعني ما قالوا ليش حتى كلمة شكر ما تتضيقش وما تزعلش لأن أجرك عند ربنا أنت بترضي ربنا وبتشتغل عشان ربنا حتى لو الناس ما قابلتكش حلو أو حتى لو الناس ما عملتكش كويس أو ما حاولتش إنها تردلك التعب بتاعك أنت يهمك إرضاء ربنا ويهمك إن أنت ربنا ينظر إليك بنظرة إنه شايفك إنسان ناجح هو اللي هيبركك هو اللي يعوضك هو اللي هي يسمر بيك هو اللي هيدي لك إكليل في النهاية وده اللي لازم تحطه في ذهنك تلت دروش حلوين ياريت نحطهم قدام عينينا باستمرار من إنساهمشي عشان ربنا يوفانا في خدمتنا ندخل من الباب الدي يعني نحب التعب ونهتم بالصمر في حياتنا وفي حياة المخدومين ويهمنا إرضاء ربنا أكثر من إرضاء أي حد تاني ربنا قادر إنه يبارك في هذه الإبرشية سيدنا الأنبع إيلاريون وكل الأباء الكهنة والخدام والشمامسة والشعب وأن يبارك في الإخوة الجداد اللي هي ترسمه ربنا يعيننا جميعنا على خلاص نفوسنا لإلهنا المجد دايماً أردياً أمين جبنيو تدخل نفعو ومعرف طوفو إن جبكران مارس إن جتك متورو جفوك ببيعو شاينييني شكراً لكم شكراً لكم